اشتركوا في القناة السادة الوزراء السادر وأساء الأحزاب والكتل السياسية والشخصيات المستقلة السيدات والسادة الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في البداية أود أن نثمن إشرافكم شخصيا فقامت الرئيس على هذه التضاورة وعلى هذا اللقاء الوطني وأشكر بصدق كل الكتل وأحزاب المعارضة وشخصياتها التي لبت النداء نداء الحوار وشاركت في لقاء العطاء والوطنية الصادق هذا والذي بلا شك سيجسد إرادة الموريتانيين حين يلتقون تقوية لروابط الأخوة وخدمة لبلد لا يملكون غيره ولا مرتحر لهم عنه إن التجربة أثبتت للموريتانيين حين يتحاورون فإنهم دائما ينتجون حلولا خلاقة لكل العراقيل التي يمكن أن تعترض مسيرة بلدهم منذ الاستقلال وحتى اليوم فخامة الرئيس كما راكمتم الإنجازات في الميدان الحقوقي وفي ميدان الأمن وفي السياسة الخارجية وفي التعليم والصحة والطرق والمياه والطاقة والموانئ والمطارات وكما أطلقت معنان الحريات الإعلامية والسياسية في هذا البلد حيث وصلت أبعد أمدائها فهاء أنتم اليوم تدعون كل الموريتانيين إلى رسم خارطة المستقبل واللحاق بركب الشعوب العريقة في ممارسة الديمقراطية والحكامة الرشيدة بعد أيام فخامة الرئيس ستكون هناك موريتانيا جديدة تحافظ على مكاسبها وتطور أداءها عبر وقفة معذات للمراجعة والتقييم والتحسين خريطة جديدة مدعوون اليوم إلى رسم معالمها باعتبار منجزاتنا ومكاسبنا وحتى أخطائنا وعثراتنا وباعتبار حق الأجيال القادمة علينا في الحرية والممارسة الديمقراطية وحقها في مؤسسات فعالة يفاخرون بها وببناتها وصانعها إن مناظري وقيادة حزب الاتحاد من الأجهر الجمهورية جاهزون فخامة الرئيس للمساهمة بفعالية في هذا اللقاء يُعلنون إرادتهم القوية في التحاور والتواصل مع كل القوى الوطنية في هذا البلد ومهما تباينت وجهات النظر ومهما اتسعت هوة الخلاف سنعمل دائماً كما تعلمنا منكم فخامة الرئيس على استثمار المشترك وتنمية قيم الإرخاء والتلاقي ونشر الثقافة الوطنية لبناء دولة نعتز جميعاً بالانتماء إليها والبذل لها والموت دائماً دونها لقد ضيَّعنا الكثير من الوقت وعلينا أكثر من أي وقت مضى أن نعوِّض الذي ضاع وأن نزيد في مكاسبنا وأن نرفع سقفة طلُّعاتنا وأن تهز هذه السانحة لأدعو كل القوى السياسية التي غابت عن لقائنا اليوم إلى أن تلتحق بنا وفي أي وقت من هذا المسير وستظلُّ أيادنا ممدودةً لهم وآذانُنا صاغيةٌ إليهم وستظلُّ دائماً أماكنهم محجوزةً بيننا وبصدقٍ ومحبة وندعو كل المشاركين في هذا اللقاء أن يضعوا مصلحة البلد ومستقبله بين عينهم وهم يرسمون معالم مستقبله وتطلُّعات أجياله وفقنا الله جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته